اشتركوا في القناة في عملك اخلاص لان الله كتب الاحسان على كل شيء وهذا شوفك في الجهاز في سبيل الله لما كان سيدنا خالد في معركة الحاسمة بين الروم والمسلمين كان سيدنا عمر بن الخطاب رأى هذا خالد بن الوليد ما دخل معركة إلا وانتصر فيها ما دخل معركة إلا وانتصر فيها وما يعلمونهم ما سر انتصار هذا خالد في المعارك هذه كلها كان سر انتصار سيدنا خالد بن الوليد عندما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه وجثا على ركبته قال يا رسول الله ناصيتك لا تؤثر بها غيري أي شعر الناصية فلما حلق أمر الحلق أن يعطيه فخاط ذلك الشعر وسط قلنسة ويترحف تحت المغفر وكان يستنصر بشعرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أعدائه فيحصل له الناصر بإذن الله حتى ذات مرة عندما كرى الكفار على المسلم وكادوا أن يغلبوا سقطت المغفر وفيه القلنسة وحاجة سيدنا خالد يوم تذكرها خرك الصقر في صفوف الكفار وأخذ قلنسوته ورجع عاتبوه المسلمين قال أنت تعرض بنفسك للخطر وأنت القائد قال والله ما هو محبة في هذه القلنسة لكن بما في هذه القلنسة خفت أن يطأها قدم كافر من الكفار وفيها شعرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم شعرات النبي محمد خفت عليها أما القلنسة بدلها ألف قلنسة إنما خفت على الشعرات أنها خاطئ شعرات وسط القلنسة وكان يستنصر بعدها ما دخل معركة إلا ونصره الله بإذن الله حتى سماها النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول فأيده سيدنا بكر الصديق وأوله قيادة جوش الفتوحات وكان سيدنا عمر خاف الناس يفتتنون به خاف على خالد من الناس وخاف على الناس من خالد شوف عمر له نظر ثاني رضي الله فيقوله بكر أحسن عزل وخلوا أحد ثاني لو حدا بيقوله حاسدة حاسدة لا وخاف على خالد أنه يدخلوا شيء من العجب وخاف على الناس يفتتنون بخالد هذا كيف هذا ما يدخل معركة إلا وانتصار فسيدنا عمر خالد بكر الصديق لا ما يسمع كلام سيدنا عمر والله لأصلطنه على عداء الله انتقل إلى الرفيق الأعلى سيدنا بكر الصديق وجيوش المسلم مقابلة للروم أعداد هائل الروم مئات الألوف والمسلمين عدد يسير لما تولى الخلافة سيدنا عمر أرسل برسالة يا أمر سيدنا خالد أن يتنحى عن رئاسة الجيش يلا رجع أنت جندي أنت عسكري على طول سيدنا خالد خلع شارة القيادة وأعون ولأ سيدنا أمين هذه الأمة أبو عبيد عامر بن جراح وقاتل كجندي من الجنود ما تغير خاطره ولا تقدر وهو أضع الخطة حق القتال وجاء الخبر وقد اصطف الجيشان أنت وغيرتها خلاص بيثير التمرد دواحد ثاني لا كما ذي لذين لقواد الجيش جاء الخبر بيثير التمرد ربما يصير ضجة في الجيش لا لا تكتم على الخبر وانحاز عن القيادة وصاره تابعا لأبي عبيدة شوف الأخلاص هذا هذا أعمال لله ما قاتلت لأن أكون قائدا ولا قاتلت ولا جاهد لأشيء من هذه أمور الدنيا ولا لمحبة في قلوب الناس ولا لشهرة فتنحا فكان له رأي وسياسة في الحرب هذا سيدنا قال وقاتل قتالا شديدا وهو في جنديته معدف القيادة حتى رأي سيدنا عبيدة هذا هو القائد الحقيقي هذا هو ظاهب الحنكة في الحرب وعزاله سيدنا عمر لحكمة رأها في صالحه لكن ما يعلم سيدنا عمر أن سيدنا خالد بهذا الإخلاص العظيم حتى أنه تنحى عن قيادة الجيش دون أن يتردد ودون أن يتكدر خاطره ما هذا أنا القائد الآن أصبح جندي واستمر فيه جهاد وفي الإخلاص ونصح لأبي عبيدة لما رأى أبي عبيدة هذا كل منه سلمه القيادة قالوا أنت القائد فرسل كتابا سيدنا عمر لأن سيدنا خالد قال هذا عمر هو أعرف مننا بالمصلحة هو ما ولي أمير المؤمنين ولا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو أعلم مني بمصلحتي ومصلحة المسلمين فتنحى ليه؟ للإخلاص لا لحظ النفوس كتب كتاب أبو أبيل سيدنا عمر بن الخطأ يقول لهم أني وليت خالدا أمرت خالدا بكى سيدنا عمر بكى سيدنا عمر أن خالدا يؤمر يعني فعله يؤمره خرج وزهد في الرئاسة وفي الإمارة وخرجت من قلبه مع هذا رجعت إليه مع هذا رجعت إليه والله إن لأبي أبي بكر الصديق أعرف بالرجال مني أعرف بالرجال مني رضي الله تعالى عنه ما يفعله شيء عن نفس أبدا كله المصلحة وخلاص لله سبحانه وتعالى لهذا ما يتأتى يكون خلاص مع محبة الرئاسة ما يتأتى ما يتأتى يكون خلاص مع محبة الشهرة ما يتأتى ما يتأتى أبدا لهذا قال من سيدنا أيوب السخطياني قال إني أخاف إن الشهرة ما تركت لي شيء من حسناتي ما دخلت سلمت على حدا لو قام يسلموا بحرارة حتى خفت أن هذه الشهرة التي عطيتها أنت لها لا تبقي شيء من حسناتي مع هذا قد وطنوا أنفسهم على الخلاص وقد خنس منهم الخناس ويئس منهم مع هذا خائفين على أنفسهم يا سيدنا وقد خنس من قوموا بحرارة شكرا